اليوم سوف نشارك معكم واحد المسمى مع مرفو الفران يأتي خاطر بحليل المصيبين بورقة الفيلو شوفوا ما شاء الله يأتي رائع من قرمش ومورق وايضا بوحد الحشوة التي خطيرة تقدروا تكونوا اول مرة شفتوها لكي لا نطوش عليكم سوف ندوم مباشرة في المقادر وطريقة التحضير لا تنسوا من لايكاتكم وتعليقكم الجميلة لا تنسوا المستباق الذي ستبدأ من يوم الاحد سوف نحتاج نصف كاس دقيق الفيلو لقمح السلب مع ثلاثة كيسان دقيق الفورس واحد المعلقة صغيرة عمرا مزيان الخميرة الحلوة والملحة ونجمع العجين بالماء اللي يكون عادي من الصنبور تقريبا حتاج كاسور بعض الماء بالنسبة للخميرة الحلوة سوف ندرها جميلة مع القمحة لا تليس عمرا مزيان وضفت واحد شوية سوف ندركتها مزيان ومن بعد ذهنتها بسيت ونحضرها في البلاستيك الغذائي سوف نحضر الحشوة في مقائلة تقريبا خمسة حبات الفلفلة مليحة وليبزار وصديت عليها وخليتها تقلى على النار اللي تكون مجهده يعني النار تكون مجهده وكتصدو عليها باش مكتلقش لكم الماء وفي نفس الوقت كانت طيب وكتتحمر حتى تتقلى وكتتحمر مزيان وكتحيدها وفي نفس المقلة تقريبا نجوج حبات حجم كبير شوية زيت الملحة وليبزار وفي نفس الطريقة نسد عليها النار تكون مرتفعة ونقليها ما نجمعهم مع بعضياتكم مع بعضياتكم مع فون باش كل واحدة تطيبنا على خاطر خاطرها تتحمر على خاطر خاطرها وكتعطينا نكهة البنينة إلا جمعتهم مع بعضياتهم ما غديش يجوكم زوينين وما يعطيكم ش نفس النتيجة قليت واحد نص كيلو ديا سوسس حتى هو يعني غير هو طلق زويته دياله حتى تحتاجوا دروري الى زيت لاتشي حاجة وهذه الزويته اللي طلق لنا ندوب فيها 1-125 جرام من بعد نصفي هذه الزبدة وهي باش غدي نورق تجيب بنينة بزاف يعني خاطيرة جربوا هاد الطريقة هاد و هاد الحشوة بها الطريقة اللي وجدتها معاكم وما غديش ندمونيها غدي جيكم بنينة خديت هادك السوسس اللي قليته و بديت نقطعها كطريفة صغارة ندرتو في 1-1000 غدي نضيف عليها هادك الفلفلة اللي قليتها ثم البصلة حتى هي اللي قليتها و غدي نزيت عليه شوية ديال زيتون خضر مقطع صغير و شوية ديال زيتون كحل يعني يتقدروا غير الخضر بوحده او غير الكحل بوحده مهم كدجي حشوة ديدة بزاف مختلفة شوية على حشوات اللي مولفين كنحضروا ولكن را خاطيرة جربوها و ردو عليها رجعت لهذه العجينة ديالي بعد مسالة الحشوة حطيتها تبرد قسمتها لسبعة ديال القطع غدي ندهنها بسيت و غدي نخليها ترتاح واحد روبوع ساعة صافي و بعد ما دزت هذيك روبوع ساعة العجينة ديالي قلقها بانها تلقت ولا تسهلة في تشكيل خديت اول القطع ديال العجينة هالطريقة هذي اللي غدي نديرها لهذه القطع هذي غدي نديرها لهادوك الساكامل اللي بقاوليها بسيتها مزيان و لكيبالي سطح العمل و دهنتها بديك الزبدة اللي دوبتها و غدي نجمعها عادي بالطريقة العادية كيف ما نجمعه العجينة يعني ما نديره فاد الامن كيف ما نجمعه المسمن و ما كان نحتاج نديرها لدقيق ولا تشي حاجة غير بديك الزبدة اللي دوبتها فقط سافي غدي نستمر حتى نسالي الكيمياء اللي عندي كاملة بنفس الطريقة و من بعد كان نرجع لأول وحدة وجهتها كان لقاها تلقات و كان نبسيتها كان حاول انا نبسيت من الجنب كتر من الوسط يعني الوسط حتى هو كتبسيته ولكن ماشي بزاف ضفت هذيك الحشوة اللي وجيتها و من بعد شوية ديال الفرماج و غادي نبدأ نجمع الجواني بهذا الشكل هذي اللي كتشوفو معايا طريقة رساهلة و بسيطة و ما تخافوش منها هذي الطبقة هذي اللي فيها الجنب مجموعين ما غديش تجيكم مع جنا نهائيا بالعكس هذي هي الطبقة اللي غدي تجيكم قرمشة شوفو معايا الطريقة باش حطيت هذي المسمنات هذو في اللاطا الجهة اللي طويت فيها هذيك الجوانيب هي اللي كتكون الفوق يعني هي اللي كتكون الوجه ديال هذي المسمن قادي نعاود معاكم واحدة اخرى باش شوفو معايا انا عندي ذيك الحشوة قسمتها لسبعة علاقة القطاع ديال العجين باش هكا نديرهم يعني يكونوا متساوي كندير قطع ديال الفرماج المربع ديال صندويتشات و كنجمع الجوانيب سفيك نوضعهم في اللاطا اللي غدي تدخل الفرن المسل اللي يكون ماضي يعني سيكين اللي يكون حاد و بديت كندير واحد الخطيطات بهذه الشكل هاذا ما كنوصلوش للحشوة فقط في هذيك الطبقة ديال العجينة الفقانية كندخلهم الفران على مية وثمانين داراجة غير من تحت يعني النار هادئة كتشعلوهم غير من تحت تكيطي بوكي باريكم دوكي تحمروهم من تحت عد كنشعل عليهم الفق فاش كي وصلوا لهاد المرحلة هذي من التحمر كندهنهم بواحد السفر ديال بيضة سنردهم الفران مدة ديال خمستاشر دقيقة النار فقط من الاعلى حتى كنحصل لهذه النتيجة هذي كيجئون محمرين ومقرمشين ومورقين بحالي لمصايبينهم بورقة الفيلو كيجئون فعلا رائعين بزاف ما تنسوش المسابقة اللي غدي تبدأ مبتداء من يوم الاحد وفيها جوائز اللي زوينين بزاف اما الات الطانيني او الا هشوار نوعية ممتازة شروط ديال المسابقة هو ابتداء من هر الحد الفيديو اللي غدي نشاركو معاكم غدي تدخلو تفرجو فيه غدي تخليوا واحد التعليق كتتاقيو فيه احد الاصدقاء ديالكم من بعد غدي تبارتاجيو في الحساب الشخصي ديالكم سافي وكتسنو ايجي نهار السبت باش نديرو القرعة وشوفوش كل فائز معنا ف هاد الاسبوع هذا ما تنسو نش من لايكاتكم و تعالقكم و الى اللقاء